يجب أن يكون لدينا أمل أولاً بالله سبحانه وتعالى وإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم إيمان وثقة بأنفسنا بوطننا بشبابنا ببناتنا لا تنسوا أبداً هذه منطقة البيت الحرام هذه منطقة مكة المكرمة من هنا انطلق آلاف ونشر الحضارة في ثلاث أرباع العالم نحن أبناؤهم نحن أحفادهم هذه الجدوى لم تمت لا ينسى أحد منكم هذا الإرث التاريخي نحن لسنا حضارة هامشية ولا حضارة فرعية ولا حضارة في غابات الأمازون ما احترام للغابات الأمازون نحن أمة ضلت لمدة أكثر من ثمانمائة سنة تقود العالم في كل شيء تقود العالم في الفكر تقود العالم في العلم تقود العالم في التقنية مرت علينا أوضاع والدنيا ثبوت وصعود ولكننا بإذن الله بإذن الله لدينا القدرة ولدينا الأمل في أن نعود كما كنا وكما قال وأردد ما قال سمو الأمير خادر فيصل مكاننا الطبيعي في الصف الأول من العالم الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر